وقد وصلنا في هذه القصة في سورة يونس إلى قول الله تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين الداعي لا بد أن يكون متوكلا على الله معتمدا عليه وحده ولا بد أن لا يسأل على دعوته أجرا ولا شكرا ولا ذكرا وأن تكون دعوته خالصة لوجه الله تعالى فإن طلب عليها شيئا من عرض الدنيا سواء كان ذكرا أو شهرة بين الناس أو تقطيرا بينهم أو إجلالا أو ثناءا أو طلب عليها مالا فدعوته باطلة لا يفع الله بها ولا يبارك فيها فلذلك لا بد أن يتخلص من ذلك بالكلية وأن يعالج نفسه بهذا ولذلك فإن أنبياء الله جميعا كلهم يقولون ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله ما أسألكم عليه من أجر ما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله فكلهم تبرأوا من ذلك ولذلك ففي شأن الداعية دائما أن يكون حرا لا ضغط لأحد عليه لا بخوف ولا بطمع فدعية إذا كان يريد من الآخرين نولا أو يخاف منهم عقابا فهو غير حر في دعوته فلا بد أن يحابيه وحينئذ سيحابي من يخاف منه أو من يطبع فيه والدعوة لا محاباة فيها وبيان الحق لا خيرة فيه للإنسان فلا بد أن يكون الإنسان قائما بأمر الله سبحانه وتعالى يقوم بالحجة لله جل جلاله على عباده ويتحمل المسؤولية في ذلك ويتحمل ما أصابه في سبيله حتى لو أدى ذلك إلى استجهاده وإراقة دمه فإن بيعته مع الله سبحانه وتعالى تقتضي ذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فلذلك قال نوح عليه السلام فإن توليتم فامتنعتم من الإصغاء والمتابعة والإقرار ولزوم الحق فما سألتكم من أجر أبدا فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين المستسلمين لله سبحانه وتعالى والمقادين لحكمه والسالكين لسبيله والآخذين بدينه وحينئذ كان جواب قومه ما بينه الله بقوله فكذبوه فكذبه الملأ من قومه ولم يؤمن به إلا تلك العصابة المستضعفة التي قالوا عنها وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي فكذبه الملأ منهم وصبر عليهم مدة طويلة وجاد لهم جدالا طويلا وأقام عليهم الحجة حتى بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن وقال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وحينئذ حقت عليهم حقت عليهم كلمة الله بالعذاب فحل عليهم سخط الله ومقته فأمر الله السماء فانفجر فتحت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وأمر نوحا بمناء السفينة فبناها وجعل له علامة وهي إذا فارت النور وأن يركب هو والذين آمنوا معه في السفينة وأن يجعل فيها من كل زوجين اثنين من الخلائق من سكان الأرض ففعل نوح ذلك فلذلك قال فنجيناه ومن معه في الفلك والفلك السفينة